صباح الفل أعزائنا المشاهدين النهاردة رابح حلقة لنا في برنامج مهمات خاصة بفضل الله عز وجل برنامجنا تشاف بنسبة قوية جدا 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 في الوطن العربي النهاردة هنتكلم في خمس مواضيع مهمين جدا مواضيع مهمين جدا جدا أول موضوع هنتكلم فيه موضوع القروض عمى أدراكة ما القروض والنصائب اللي بتحصل بالقروض وكل بيت مصري فيه واحدة واخد كارد من جمعية الخمس أفراد وبتتحبس عشان خمس ست تلاف جنيه تاني موضوع هنتكلم فيه عن البطاق والتشابه في الأسماء تبقى معدي كمين بيوقفك بيلاقي التشابه في الأسماء السلاسي أو الرابع بياخدك ويكون عليك قضية وفي الآخر بتطلع من نيابة بدون مشكلة حاجة تلتة والمهمة لنتكلم فيها المشارية اللي بيعملها سيادة الرئيس عفتاح السيسي زي قناة السويس زي المشاريع الكباري زي المشاريع الكتير قوي اللي منشطها البلد ومخليها البلد في الظهور رابع موضوع هنتكلم فيه وده موضوع مهمة قوي برضو الكلاب الكلاب اللي بيوعهم الخارج زي القذر وهو ممكن يكون القذر بقى أحسن منه اللي هو الحسالة محتز مطر وعبدالله الشريف وجيشه الكلاب الخوارج ومن ضمهم محمد زفت علي اللي هو جي في الآخر عرفنا اللي الموضوع مكشوف تبع قناة الجزيرة وهو متسلط على البلد من البلدي كده الأول تلعب بالموبايل بتاع وبعد كده راح بقى القناوات التانية بس في الآخر تلعت انت فانكوش وقناوتك فانكوش وكل اللي انتو بتعملوه مهز الشعر على واحدة من مواطن مصري بالعكس ده البلد ماشي وباستمرار وبنجاح والستاد الرئيس عفتاح السيسي زي الأسد وقف لوحده والحمد لله عدى بالبلد لبر الأمان واحنا وقفين في ظهره واحنا كشباب وقفين في ظهره كالستاد الرئيس وعمرنا ما هنسيب البلد دي لشوية الكلاب الخوارج وقطر وتركيا ما لهمش أي لازمة موضوع الخامس والأخير موضوع الطلاق وما أدراك عن الطلاق بتبدأ الأول بتبدأ الأول عايز أتجوز يا عمي تعال يا ابني اشتري عفش اشتري كذا اشتري كذا اشتري كذا يحصل شوية اختلافات يحصل طلاق الطلاق سببه إيه الطلاق بيحصل ليه اللي بيخلي الطلاق احنا أول ناس في مصر في مصر واخدين المرتبة الأولى ليه المحاكم الأسر مش ملاحق عالطلاق ليه كل شوية واحدة تقولك ما بيتفعلش نفقة التاني يقولك خدوا عفش لسه في شاب طالع على الفيسبوك قريب لابس مناب حمالات بيضة وطالع مصور شاقته بيقولك الشاقة بقت على إيه على الأرض خدوا كل حاجة شباب كتير قوي بتبدأ حياتها بالسجن بس الأول بدأت بجواز انتهت بسجن وفي الآخر مين بيشيل المسئولة دي كلها بيشيلها الطفل اللي بيطلع في النص هو اللي بيتعذب هو اللي بيشوف المرار كتير قوي جن أسئلة يا أستاذ متولي تكلم عن الطلاق يا أستاذ متولي الحقونا يا أستاذ متولي أنا أمي مش عايزة ترجعني الجوزي والتاني يقولي يا أستاذ متولي أنا أمي مش عايزة ترجعني الأمراتي الأمها تتراعي ربنا شوية الأمها تتراعي ربنا متتدخلش في حياة تولادهم كل أم بتطلق بنتها حسابها عند ربنا والله هتتقالي يوم القيامة اقسم بالله يوم القيامة هتيجي كده يوم العرش العظيم ربنا هيجي يقولك انت طلقت دي من ده وانت السبب السبب في خراب بيتهم السبب في ضياحهم اهو طلق على طول وفي الاخر خالص نقول الست بتاخد كرد هتاخد كرد ليه عشان بتطلق عشان بتحتاج عشان الواد محتاج مصاريف وهو بيعاند وبيرضيش يديها فلوس يقول لها شوف الواد وهي بتعاند وما بيرضيش يوريه الواد والقضية دي لحد دلوقتي الرجالة بتقول لك اصليحنا محرومين من عياننا بالرؤية وهم بيقولولك النفقة 300 جنيه ماينفعوش بقين حرب من الراجل والست طب ما نستهدى بالله كده ونعرف ايه المشكلة ونرجع العلاقات اللي مجريها انا بقوم بمبادرة دلوقتي بقول نرجع مليون مطلق ومطلقة ليهم ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لو فيه مليون مطلق ومطلقة في مصر يرجعوا يعيشوا تاني يعيشوا ويربوا ولادهم ما الولد ده بيطلع معقد نفسيا بيلاقي الطفل في المدرسة بيقوله جيب بابا يقوله بابا مين؟ طب انا عرف امهات بتقول لخالهم لخالهم قوله يا بابا تخلي المدى الحرقة بقى اتخذ المدى الصعوبة اللي احنا واصلين فيها نلتقي بعد الفاصل مع المستشار جمعة خليف رئيس مؤسسة RTMix للمحاماة وبتشرف به وهنتكلم في مواضيع ساخنة جدا بس قبل ما نطلع فاصل عايز اشكر مدير القناة دكتور عبد الحميد قال لي رسالة حلوة قوي ولله المرسالة لله هالي دي اتكتبت بالقلم الازرق رئيس القناة أستاذ عب حميد توفيق كنت قعد معا مبارح بالليل قال لي بقولك هيا تقوله تفضل يا فنم كان اول لقاء اللي قال لي انت شاطر لحيك توتسمت قال لي الكاميرا حباك وانت ما شاء الله اداءك قوي جدا واداءك حلو واستمر وانا معاك ومدعمك عايز اقوله بجد انت قب روحي لقناة هنا وانت حد عظيم قوي وتشرفت بمعرفته قوي قوي عشان راجل ده بجد يا جماعة قصة من بالله بيتبنى الشباب ويفتح القناة لأي حد بس عنده موهبة وعنده مهنية في الاعلام القناة دي الوحيدة اللي عندها مهنية بجد قناة بجد يعني ما شاء الله نسبة مشاهدتها في الوطن العربي رهيبة رهيبة بجد والله رهيبة بجد وبقولك يا دكتور عب حميد من هنا من قناة الصحة والجمال احنا كل الفريق العمل بيحبك جدا وانت قب روح لينا وإحنا بجد يا رب تتبسط مننا في برنامجنا وبجد أنا اسم الأول كان بالرصاص الاعلام متولي سعيد أو مقدم برنامج مهمات خاصة متولي سعيد بس بعد ما قلتلي الكلمة دي مبارح أنا كتبتها بالقلم الأزرق وانتبسطت جدا نلتقي بعد الفاصل شكرا